السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفات العيد اللي نزلتها اول حاجة نزلت طبعا الوصفة الخطيرة بتاعة سيرم الشعر النهاردة تلاقيوا الفيديو عالقناة ومبارح نزلنا وصفة حلوة جدا عملنا بيها كريم جميل جدا نقدر نستخدمه كريم اثناء النهار اولي قبل النوم بيعمل ريلاكس كده وفوية بتاعة التحفة جدا النهاردة هنعمل ليبالمل شفايف بكاتة حلوة قوي القوام بتاعه جميل الكمية اللي عملناها النهاردة عملت معي خمس عبوات لو حابين تعرفوا الطريقة ازاي شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقة بتاعتنا كانت ازاي بالظلط بصوا بقى اللمعة بتاعته جميلة جدا الترتيب بتاعه حلوة قوي طبعا لو عاوزين اللوم صريح شوية هنشوف في الفيديو انا هقول معلومات ايه تقدروا تخلوا اللوم صريح كأنه روج ولكن احنا نعملينه لبال من كده هذي مجرد انه بيرطب بيلمع الشفاف ويخليها حلوة جدا ومترتبة وبتلمع ونعمة وكل حاجة ان شاء الله الفيديوهات كلها تعجبكم بدخلوا على القاناة هتلاقوا فيديوهات كتير جدا تعليمية مجالات مختلفة بإذن الله تستفيدوا منها تعملوك مشاريع تجارية او حاجات لنفسكم كيكتفى الزيت دي الحاجات اللي معي النهاردة عشان نعمل لبال من النهاردة مستخدمين كميات بسيطة جدا لكن عملنا بيها خمس عبوات لبال نقدر ان احنا نضاعف الكيميات لو عاوزين نعمل عبوات اكتر اول حاجة بقى نشوف معانا ايه انا معي طبق اللي بحط في المكونات بتاعتي وبدخلها الميكرويف وبدوبها معي معلقة صغيرة من زبتة الشياب انا مستخدمة معيار المعلقة الصغيرة بعد كده معلقة صغيرة من شمع العسل بعد كده معي معلقتين من زيت اللوز الحلو نقدر نستبدل الزيودي لو مش عندنا باي نوع زيوت تانية تكون مفيدة للشفاف او للبشرة بصفة عما يعني بعد كده عندي معلقة صغيرة من زيت الججوبة بعد كده عندي نص معلقة من نكهة الورد النكهة دي لها الفليفور نقدر نجيبها من النسب بخامة مستلزمات الحلوانية عندهم نكهة كتير جدا بعد كده فيتامين اي لو مش عندنا ده نجيب كابسولات من الصيدلية بعد كده عندي لون المايكة ده الدرجة اللي انا هستخدمها النهات نيجي بقى نشوف الطريقة هنعملها ازاي سهلة جدا اول حاجة بنحط كل المكونات دفعيتنا في الطبق علشان ندخلوا الميكرويف هنحط زبدة الشياب بعد كده بنحط شمع العسل بعد كده نبدأ نحط بقية المكونات بتاعتنا معي معلقة من زيت الجوجوبة حطنوها برضو بعد كده نحط بقية الحاجة بتاعتنا علشان ندخل الميكرويف وطبعا نقدر ان احنا ندوب الحاجات على حمام مئي مش شرط انه يبقى ميكرويف ممكن حمام مئي معلقتين زيت اللوز الحلو نحطهم هو كده بس دول هنحطهم الميكرويف وبقيت الحاجات خالص في الاخر فانا خلاص كده هي دي الحاجات اللي هدخلها دلوقتي طبعا ما بنعليش الوقت يعني في الاول بعمل عشرين ثانية لقيته لسه بزوت عشرين ثانية كمان وهكذا لحد ما حيث ان هو خلاص ديبه تمام انا هنا خلاص دوبته ديب تمام معي هبتقى ان انا بقى قلبه كويس كده جدا واخلط كل المكونات مع بعض قبل ما نحط بقية الحاجات بتاعتنا اول حاجة عندنا الفيتامين اي انا حط خمس نقاط طبعا الفيتامين اي ده كمادة حفظة بيعمل يعني بيمنع اكسادة الحاجة فبيحفظ الزيوت ويخليها عمرها طويل وما تبصش معاك بسرعة فبيحفظ لنا الزيوت وبيمنع الاكسادة فحطينا خمس نقاط بعد كده هنحط النكهة بتاعتنا اللي هي الريحة اللي انا مستخدمينها ارضا ريحة الورد طبعا نكاهات او الفليفور دي من الناس اللي بيديع خمانة الحلويات زي الفانيليا كده عندهم ريحة الفانيليا عندهم نكاهات كتير جدا نقدر ان احنا نستخدمها ومتوفرة بعد كده بقى بعد ما خلصنا بنبدأ نحط لون المايك طبعا زي اول الفيديو احنا عاملينه مجرد نواه بيرطب وبيدي لمعة خفيفة لكن اللون مش واضح فاحنا لو حابين نخلي اللون صريح بنزود الكمية بتاعت اللون وإحنا شغالين بنحط على قدينا كده ونشوف هل اللون فعلا بقى واضح ولا لأ مش واضح فهنزود اللون تاني وهكذا لحد ما نحس خلاص ان احنا لما نيجي نحطه على قدينا نبقى فيه لون باين فاحنا عاوزين لون لكن لو عاوزينه مجرد انه هو يعمل ترتيب من غير لون يعمل لمعة بس فاكتفه بكمية صغيرة هي بتلونه ولكن مش بيعمل لون عالشفيف تمام فدي كانت وصفة النهاردة يارب تكون عجبتكم سهلة بكده وجميلة جدا مرتب حلوة قبي للشفيف خاصة في الشتاء لمثل الشفيفة في الشتاء بتبقى بتتشقق وبتقشر كتير لو استخدمتوا بصفة يومية هتلاقوا الشفيفكم بجد روعة مش هيبقى فيه تشقق أبدا ولا في حتة ان هي بتبقى ناشفة دي خالص هتفضل على طول طرية مترتبة اللمعة تعيتها حلوة طبعا الزيوت دي كلها فيها فوائد وهكتب لكم كل الفوائد بتاعت الزيوت اللي استخدمناها في صندوق الوصف وتابعوا القناة وتخلوا شوفوا باقي الفيديوهات بجدها هتعجبكم جدا وهتستفيدوا منها ان شاء الله دي كانت وصفتنا النهاردة طبعا انا نزلت كم وصفة كده مناسبة العيد كل سنة وانتوا طيبين تقدروا انتوا تشوفوهم عملنا يعني تلات وصفات مبارح والنهاردة نزلت اثنين ودي التالتة هتنزل دلوقتي طبعا دي العبوات بتاعتي كلها بتبقى عبوات صغيرة انا كمية دي عملت معي خمس عبوات طبعا لو انتوا عاوزين تحملوا عبوات اكتر بتضعفوا كمية او بدل ما تستخدمين معيور اللي هو معلقة صغيرة تستبدلي وتستخدمي معلقة كبيرة لكن انا النهاردة مستخدمة معلقة صغيرة فقط نيجي بعد كده بقى للوصفات اللي نزلناها ع القناة نزلنا كريم البشرة باللفندر شوفوا الوصفة بتاعته حلو جدا تقدروا تعملوه وكمان عملنا سيرة من الشعر اللي بي نعم ويقوي ويلمع ويغزي برضو موجود ع القناة غير بقى وصفات السكين كيري الكتير جدا اللي موجودة ع القناة هتفيدكم بإذن الله طبعا وصفاتي كلها الناس اللي بتتابعني عارفة ان هي سهلة مش معقدة بسيطة مش مكلفة مش هنروح نشتري خمات بقى مبلغ وقدره لا احنا عاوزين نعمل حاجات بجد اقتصادية حاجات على قد الإيد نعمل منها مشروع ناجح ان احنا نستفيد منه ونعمل لنفسنا الحاجات دي ونوفر فما يكلفنش فدي يعني ايه الحاجات اللي انا بعملها دايما بتبقى حاجات على قد الإيد مش مكلفة لان انا زي زيكم عاوز اعمل حاجات موفرة وبعمل حاجات لبيتي ولنفسي فلازم اعملها اوفار من بره واحلى من بره يعني كجودة اعلى وكسعر اقل فتابعوا القناة وان شاء الله تستفيدوا من كل المحتوى اللي بينزل على القناة انا هعبي بقى الحاجات دي في العجوات كده بمعلاقة بالطريقة دي بعد كده بس بها تجمد تماما ونشوفها و هتشوفوها زي اول فيديو لما صلبت بقت حلوة جدا طبعوا القناة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب حالا لو لسه مش عاملينوا فعلوا الجرس ولو طبعا انتوا بتتابعوني دايما ما تنسونيش من اللايك والكومنت لان دول بيفرقوا معي وبرفعوا الفيديو خلوا الناس تبدأ تشوف الفيديو ومجهودي ما يضيعش وقناة استمر بيكم بإذن الله وكل السنة وانتوا طيبين يرى بوصفات تكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة